خلونا قبل ما نخش كالعادة على أخبارنا في الصحافة العالمية عايز أقول لحضراتكم يعني خبرين تلاتة الخبر الأولاني يمكن خبر مرح شوية فالفيردي طبعا اللعب الكبير في صفوف ريال مدريد يمكن أول ما راجع البيت يعني امراته بتقوله انت راجع من الحرب ولا ايه طبعا نجم الارجواني فالفيردي بيقدم مباراة كبيرة جدا خلال الدربي أمام أتلاتكم مدريد وأحرز هدف وكان طبعا عمل مباراة رائعة فالفيردي طبعا كان بيحارب جوه الملعب بشكل كبير جدا ويعني رسالة ظريفة جدا من زوجته اللي وجهت له وسألته هل أنت راجع من الحرب دليل على يعني دليل على اجتهاد هذا اللاعب يعني فالفيردي طبعا من اللعيبة المميزة جدا جدا مش السنة دي بس على مدار السنوات اللي فاتت بيسجل هدف الهدف التاني في دربي المدريدي وانتهت النتيجة زي ما حضراتكم عارفين بفوز الريال 2-1 على أتليتكو مدريد وحصد يمكن الفريق الوحيد على مستوى الدوريات الأوروبية بيحصد العلامة الكاملة في الدوري الأسباني ده كان خبر عن فالفيردي ويعني فالفيردي زي ما بقول لحضراتكم هو لعيب صغير في السنة ممكن كانوا بعض العروض في المركات والصيفي لكن أنشلوتين مديري الفني لمدريد متمسك بهذا اللاعب تماما وعارف إمكانياته الكبيرة اللي بدأت تظهر خلال تسجيله للأهداف فيه يمكن الأسباع الأولى من الدوري الأسباني طيب نروح للخبر تاني كوندي حضراتكم عارفين اللاعب المدافع الفرنسي من خلال المركات والصيفي كان قريب جدا جدا من تشيلسي الإنجليزي ولكن انتقل لصفوف برشلونة وعايز أقول لكم الخبر سريعا وعقول لكم كمان نطلع من الخبر ده بإيه بيقول أن كوندي طبعا في النهاية اختار الانتقال من إشبيليا إلى برشلونة في الصيف دود في عقد يمتد لخمس سنوات بعد ما كان طبعا قريب جدا من الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي كوندي قال إيه؟ في الساعات الماضية قال أنه فضل برشلونة بعد استمالة من تشابي هيرنانديس طبعا المدير الفني لبرشلونة وقال كوندي قال أولا انتقلت لنادي ضخم شهد أوقات جيدة وتراجع قليلا في الأوينة الأخيرة وأتيت إلى مشروع أردت أن أكون جزء من هذا المشروع بحثا عن الألقاب حتى أعيد إلى برشلونة إلى المكانة التي كان يحتل لها دائما بين أفضل الأندية العالمية ووضح كمان كوندي وقال كانت هناك محادثات أكيد مع المدرب اتكلمنا عن كورت القدم شعرت بثقة كبيرة وحقيقية وبيتكلم على تشابي حديثه مع تشابي وأنه يعرفني جيدا ويعرف طريقة لعبي ووصفني بشكل أكثر من رؤية قال كمان أن أنا تحدثت مع توماس تخل طبعا المدير الفني السابق لتشيلسي وشعر أيضا أنه يريد انضمامي لكن ببساطة على لسان كوندي كوندي أنه فضل الانتقال إلى برشلونة بناء على حديثه مع تشابي هناخد من دوة أن المدير الفني كمان قد إيه أنه مهم جدا في موضوع الانتقالات والصفقات يعني كوندي تحدث مع تشابي وتحدث مع تخل على سبيل الصخافة الريادية فواضح جدا أن تشابي أقنع كوندي بالانتقال ليه على الجانب الآخر يمكن تخل ما أقنعش كوندي بهذا الإسلوب وبالتالي كان دور مهم جدا لتشابي أنه بيقدم مشروع يتكلم مع كوندي ويوصف وحتى كوندي قال أنه عارف إمكانياتي بالزبط وعارف طريقة لعبي بالزبط وعرض علي مشروع وأكيد طبعا كوندي أكيد مكسب كبير لبرشلونة لكن كمان على مستوى المشروع كوندي لعيب لسه صغير من الواضح جدا أنه بيطمع أن يكون متواجد في سنوات طويلة مع برشلونة اللي فعلا برشلونة كمان في المباريات السابقة بيأدي أداء أكتر من رأي هذا على سبيل الانتقالات طيب